بسم الله الرحمن الرحيم أبناء طلبة المدارس الصناعية التخصصات المعمرية أهلا وسهلا بكم ورجعنا لكم تاني مع طلبة الصف الثالث للتخصصات المعمرية أعمال التشتباط النهاردة درسنا اللي هنتكلم فيه أعمال البياض التكنولوجيا التكنولوجيا زي ما سبقوا قلنا إن هي مادة فنية عملية جميلة جدا بنستخدمها في كل حياتنا تكنولوجيا يعني تقدم وعلم وحضارة هنربط بينها وبين الدراسة وبين السوق أول درسنا إن شاء الله بإذن الله اللي هنتاونه مع بعضنا وهنبدأ نبص مع بعضنا على صبورتنا طبقات البياض طبقات البياض مكونات الطبقات بتاعتنا اتكلمنا قبل كده على تحضير الطبقة والكلام ده كله النهاردة هنتكلم على طبقة البطانة ما هي طبقة البطانة؟ تحدد مكونات البطانة حسب مواصفات البند المطلوب تنفيذه أنا هاشتغل على بياض إيه؟ هشطب إيه؟ هشطب إيه؟ شكل التشتيب بتاعه يبقى عامل إزاي؟ البكان اللي أنا بشطب فيه هل بكان كلاسيك ولا مودرن ولا ستيل؟ والكلام ده كله طبعا بيتوقف على هل هو مبنى مهمة؟ هل هو مكان مهم مبنى إزاع وتلفزيون؟ مبنى قصر؟ مبنى إداري؟ الكلام ده كله يبقى طبقات البطانة تتوقف على مواصفات إيه؟ وعلى مكان اللي أنا بحدد مكونات البطانة فيه وسوف أدم تحدد مكونات طبقة البطانة مع مكونات طبقة الضهارة يبقى طبقة البطانة يا أولاد بتشترد فيه أو بتخليني لازم لا بد أن أنا أعرف هل هباية بطانة بس؟ تخشين بس؟ هعمل عليه بعد كده؟ هسيبه؟ ولا هخلي طبقة منتهية؟ ولا لسه فيه طبقة تانية؟ اللي هي الطبقة التانية لو فيها يستقبل بياض تاني اللي اسمها الطبقة الأخيرة اللي هي الشكل أو المظهر الأخير بتاعي اللي هي طبقة الضهارة يبقى نرجع تانية لصبرتنا نقول تحديده طبقة مكونات الضهارة وذلك حسب نوع البياض ويراعى في تكوينها مناسبتها أن تكون مناسبة يعني لنوع ايه؟ الضهارة النهائية يعني لو بياض الضهارة زي ما احنا عارفين الضهارة بتاعتنا عندنا أو الوش الأخير بتاعنا يا إما خفيف يا إما سقيل إذا كان الطبقة بطان النهائية بتاعتي أو الضهارة بتاعتي خفيفة يبقى لازم يكون نوع البياض بتاعي مش صعبة قوي مش هارضة قوي مش ناجف قوي كمية الأسمنت فيه إليه بمعنى أصح يعني أستخدم فيه أي مونة بس مونة تبقى للمواصفات الضهارة النهائية تكون صلابتها كافية لتتحمل طبقة الضهارة بس كده إيه لعدم انفصالها والحد الأدنى يكون لسمك البطانة واحد ونص أقل سمك البطانة يا أولاد سنتي ونص في جميع الطبقات في جميع الأشغال أقل سمك لا يقل عن لحميته أو تخنته أو سمكته واحد ونص إلى اتنين سنتي ونص يبقى من واحد ونص إلى اتنين ونص فاكرين لما قلتلكوا حسب طبيعة الحائط لما كنا بنعمل الأوطار والبؤج لما بيقولك تعمل البؤجة على شكل متوازي مستطيلات من المستطيلات من الجبس وتكون عرضها ثلاثة الخمسة طولها من خم من عشر إلى خمستاشر السمكة حسب طبيعة الحائط زي ما قلتلك لو البنة بتاعي كويس مش هياخد مونة كتير مش هحتاج مونة كتير لو البنة بتاعي تعمل الحيطة لفت منه مش تغلش بتبقى للمواصفات على الادة والميزان والدراع ألاقي إيه بص كده بص بص على الحيطة كده أزويها كده بعيني كده ألاقيها فيها عالي وواطي ومداخل وخارج والكلام ده كله هنا بقى هيحتاج إيه هيحتاج عملية تلبيش المناطق اللي خاصة عندها أو المناطق اللي غدسة لجوه عشان أزبطها مع الحيطة أعمل لها عملية تلبيش في المناطق اللي في سمك البيض بتاعي يزيد عن اتنين سنطي ونص يعني اربعة سنطي خمسة سنطي ستة سنطي ده كله ده عيوب من عيوب البناء أعمل إيه ما عملش طبقة البطانة على طول لا ده أنا لازم الأول من منطقة الضياء أو المنطقة أنا أسف اللي هي الغطسة الجوه أو الواطية ديت بعدما شد خطي اللي فيها سمك البطانة تزيد عن اتنين ونص أعمل لها عملية تلبيش طب و بعدين هنخش بقى نقول لك ايه بقى البطانة بتاعتنا تجرأ أعمال البطانة بمونة مطابقة للمواصفات يعني مطابقة للمواصفات الرمل والأسمنت والجير يكون متبقين للمواصفات والشرط اللي احنا عارفينها تبقى كمان لمواصفات البند المطلوب تنفيذه وذلك بملء ما بين الأوطار وذلك بعد رش الأسطح رش الغزيرا بالمياه وتوضع مونة البطانة على الأسطح خلال فترة زمن الشكل يعني ما يجيش البنة بتاعه أو المبايد بتاعي يقوم داي يقول للوقت اسبقني أو العجان بتاعه اسبقني والساعة تسعة بالظبط هيكون عندك يقوم العجان قايم من الفجر يصلي الفجر وينزل يقوم عمل ايه عمل الملطن بتاع المونة هز المونة هز الرمل هز الجير هز الكلام ده كله وقلبهم قيص وقلب فيهم المياه وقلب من الفجر من الساعة خمسة ولا من الساعة ستة لغاية الساعة تسعة تلت ساعات يعني فيه زمن الشكل اللي ابتدأي بادة يوبا اذا المونة دي طعفت يوبا اذا النوع البطانة هيبقى ضعف عندي طيب توضع مونة البطانة خلاص خلال ايه زمن الشكل اسمنت او مونة البطانة وتدرع مونة البطانة جيدا بالقدة طب ادراحها ازاي ايه الدليل بتاعي الدليل بتاعي الاولان كان الوطر واللي قبل الوطر كانت البقجة لان البقجة والوطر هم الدليل اللي بيخلوني اعمل ايه اللي بيخلوني ااكد ان سطح البيض النهائي بتاعها هيطلع مظبوط طب جميل قوي يبقى الدليل بتاعي او الشريط الاطري بتاعي اللي هيمشى على الادة والدراع هو الوطر طب الوطر ده بتعمل من نفس مونة البطانة ولازم يتعمل قبلها بيوم عشان ينشف ويبقى صلب حتى يكون سبحانه مستوي واحد ويتم المس بالبروة وتعمل بطانة البياض بعد تثبيت الحلو والابواب والشبابيك والخوابير اللازمة لتثبيت الوزرات وما شاباها زي علب الكهرباء زي مواسير الكهرباء زي الكلام ده كله وتركيب مواسير الكهرباء وقبل وضع الارضيات والوزرات تتفادع عمال التقطيب ويجب ان يظل البياض الداخل فيه الاسمن مندى بالماء لمدة لا تقل عن اسبوع هو اسبوع كتير من 3 ل7 ايام يعني ايه مندى بعدما اعمله على الحيطة وادرعه وتمام 100% هو تاني يوم الفجر اقوم رشه بالايه اقوم رشه بالايه اقوم رشه بالمونة اقوم رشه بالمية ارشه بالايه ارشه بالمية طب جميل اوي الكلام ده كله طب انا ادي ليه عشان عملية الدفاعل تحدث بين الاسمنت والرمل عشان عملية الدفاعل ده هي اللي بتعمل عملية قوة طرابط طبقات المونة او قوة طرابط جزيئات المونة التي يدخل فيها الجير والرمل والاسمنت كما يجب تكسير جميع البؤج السابق عملها اذا كانت من الجبس ويملأ مكانها مونة البطانة لتجنب التحوير والتنميل وتفادي فصل الوان الظهارة والده التحوير والتنميل والتخدير والحاجات ده ده كانت عيوب من عيوب البياض عيوب من عيوب البياض لو انا سبت جبس في النص الاقي البياض بتاعي فوش الاقي البياض بتاعي ايه حصل له تحوير تحوير يعني ايه يعني المسافة اللي فيها الجبس ايه حصل فيها ايه بعد فترة شربت المية هب فكت هب باص تحورت طيب وبعدين بعد اما عملت طبقة البطانة يا اولاد وخلتها لمدة اسبوع وخلتها وندتها بالمية وتأكدت ان عملية التفاعل عدت علي تمام والمونة بتاعت بقيت مونة قوية هعمل الطبقة الاخيرة اذا كانت فيه طبقة لها الطبقة الثالثة طبقة الظهارة طبقة الظهارة دية يا اولاد الوشي الاخير زي اما حضرتك كده في بيتك بعد اما تعمل محارة ممكن تقوم جاي يقول انا هعمل بلاستيك هعمل زيت هعمل ورق هعمل الكلام ده كله كل اللي بتعمله ما بعد طبقة البطانة اللي هي لونها اسود اللي هي معمولة من الاسمنت والرمل او الاسمنت والرمل والجير اسمها طبقة ايه طبقة الظهارة طبقة نهائية اللي هيشوفها كل الناس قدام عينيك اخر طبقة هتظهر فيها المكان اللي انت هتقعد فيه او المكان المستخدم سواء كان يداري يزاعي ايا كان طب ايه هي طبقة الظهارة نبص مع بعض كده طبقة الظهارة تتكون مكونات الظهارة حسب العوامل الاتية ايه العوامل بقى بتاعتي نوع البيض المطلوب وظيفة واداء الظهارة والخصائص المطلوبة المظهر النهائي التكلفة المتاحة والميزانية المخصصة نقف مع بعضين في حتة دي ونتكلم ايه الكلام الكتير اللي حضرتك قلته ده يا مستر انا راجل دلوقتي مرتبي على قدي عايزة باية شقتي ممكن وفيه اصرف عليها عشر تلاف وممكن اصرف عليها عشرين الف وممكن اصرف عليها خمس تلاف امتى اصرف ده واصرف ده واصرف ده طب وكله يؤدي الى طبقة الظهارة اقول لك اه واحد بيشتغل على سبيل المثال زي ما احنا عارفين في السوق عندنا انواع الدهنات كتيرة جدا لا داعي لذكر اسمها شركات كتيرة بمعنى كتيرة شركات عديدة في بلاستيك بمية وفي بلاستيك بخمسمية وفي بلاستيك بسبعمية وفي بلاستيك بتمنمية يفرق ايه جودة الخامة التي يدخل فيها هذا النوع طب انا راجل سكن في مكان عادي شقة عادية اللي يخلينا جيب بتمنمية وتسعمية والف لا انا جيب اللي على قدي يبقى التكلفة بتاعتي او امكانياتي هي اللي هتخليني اعرف نوع الظهارة دي ايه طيب حاجة تاني مكونات الظهارة تتوقف على نوع البياض هل الباضي اللي هعمله خفيف ولا تقيل نوعه هيعيش معايا معمول في مكان في حركة جديد رايح جاي ولا مكان ما بيخشهش غير اتنين تلاتة انت واهل بيتك الحاجة التالتة المظهر الجمالي في واحد يقولك انا عايز مظهر جمالي لكن برخيص اقولك اه يبقى دي دخلت معاك حسب التكلفة يبقى التلات انواع عندي او التلات حاجات عندي التي اتوقف عليها نوع البياض وظيفة اداء الظهارة والخصائص المطلوبة المظهر الجمالي التكليف والميزانية المخصصة طيب تعالى بقى نتكلم عليه سمك طبقة الظهارة ويكون سمك طبقة الظهارة بحد ادنى خمسة من عشرة يعني نص سانتي خمسة ملي ملعي لحاجات بسيطة في حالة المصيص واثنين سانتي في حالة الحجر الصناعي وبيض المزايكو وبيض الاسكاليونة واثنين ملي للجرافيد والجرافيانو وبحد اقصى واحد سانتي للمصيص والجبس يبقى انا عندي لما جيت اتكلمت معاك في اول الدرس قلتلك انا عندي بياض خفيف وبياض ايه وبياض تقيل البياض الخفيف دوت اللي هو لا يتعدى سمكه عن الملالي زي ما بقولك اتنين ملي تلاتة ملي اربعة ملي خمسة ملي نص سانتي اما التقيل اللي هو بيبقى من واحد سانتي لاتنين سانتي اللي هو بيبقى الخامة بتاعته او الخامات بتاعته بتبقى ضخمة زي المزايكو في حصر وخام وفي كسر وخام زي حجر الصناعي بيدخل فيه بودرة تقيلة الحاجات دي كلها تكسير نتجة عن البودرة والكلام ده كله نتجة عن تكسير الخامات اللي هي كانت تقيلة نعامها برضو لكن وزنها تقيل يعني حضرتك ممكن تروح تشتري شكار السبيداج وزنها خمسة وعشرين كيلو تبص تلاقي محدودة في شكارة زي شكار تديه خمسين كيلو ليه هو بل خمسة وعشرين وزن واحد لكن خفيفة بتدي كمية او كسافة اكبر حضرتك تروح تشتري شكارة بودرة حجر او شكارة كسر وخام خمسة كيلو عشرة كيلو تبص كده تاخدهم في كيس زي على سبيل المثال تاني لما تجي تشتري كيجير او جبس واسمنت الجبس والاسمنت الجبس والجير ما بيوزنوش كسافتهم خفيفة اما الاسمنت والاسمنت اللي بيت تقيل تقول للراجل ده تديدي اتنين كيلو تحس ان ما لانك شوانت قد كتا من الكبس لكن تقول للدين اتنين كيلو من الاسمنت لقيت ده لك شوية قد كتا كبشة في ايدك ليه لان ده كسافته تقيلة معايا هنا برضو تظهار نفس الكلام يا رجالة لما نرجع ليه وصبرتنا ونقول ان يا تراح سمكها من اتنين ملي يبقى ده خفيف اما ما بعد الاتنين ملي الصنط والاتنين صنط وده وتاسمه طبق الظهارة سقيلة وبعد كده يا رجالة قالك ان كمان من الجريفيات وتعبل الظهارة بعد تركيب الحلوق والابواب والشبابيك والخوابير يعني بمعنى صح فوق طبقة البطانة يبقى الظهارة فوق طبقة الايه البطانة طيب بعد كده يا رجالة تبقى للمواصفات وسوف يتم تحديد مكانات طبقة الظهارة مع طبيعة البطانة اه لو البيض خفيف الظهارة خفيفة يبقى البطانة بتاعتي ما بتحتاجش كمية اسمنت عالية يعني فيه بطانة لما نيجي نتكلم مع بعض بقى ونشرح كده مع بعضنا البطانة اللي هيتحط عليها طبقة خفيفة من اتنين لخمسة ملي ده اسمه البطانة بتاعتها لازم تكون خفيفة وخفيفة يعني يا مستر يعني كمية الاسمنت فيها لايلة يعني مئتين وخمسين كيلو جرام طب والتقيل يا مستر من تلتمية تلتمية وخمسين ربعمية ربعمية وخمسين يبقى كل ما زاد كل ما زاد كمية الاسمنت فيه طبقة البطانة اعرف ان الطبقة اللي هتجي بعدها بياض تقيل لكن لو الاسمنت قل يبقى اسمه البياض الخفيف البطانة وذلك حسب نوع البياض وبصمق لا يقل عن خمسة ملي ويجب ان تعمل جميع الزوايا مستديرة سواء الرأسية او النتيجة عن تقابل الاسقف الزوايا بتاعت لازم تكون فيها دورون كسر سوكة اسمع بنسميها كسر السوكة ما تبقى اشقى ايه مقاوي بالحوق وذلك الاكتاف وان تكون الجير المستعمل في البياض عجنه لازم اعجن الجير اللي انا هستخدمه طب بس بعجن الجير ليه يا ولا او بحط له مياه ليه بحط له مياه عشان اتفادى العيب الخطير جدا جدا الناتج من طفي الجير اللي هو عملية التفويش يقولك بياض مفوش ايه بياض المفوش ده ان في حصوة او في حصوة او في حصرية او في رصرمية او في الكلام ده كله ناتج من ان الحجر بتاع الجير اللي هو كربونات الكالسوم لما طفيته ما طفيتهش كويس بيتبقى معايا حصو صغير كده لما جي الراجل بيهز المونة مع بعضيها الاسمنت والرمل والجير حبت حصو كده صغير اسمها صرفية كده صغيرة وقعوا في المونة غصبا عنه انت عملت اشتغلت تمام مية في المية وحصو صغير ما يبانش معايا ظهر ايه فيه ظهر فيه ما فيش حاجة ظهرة لكن بعد كده بعد يقومين تلاتة شرب المية شرب المية عمل زي حبات الفشار درة صغيرة قوي قوي وناشفة تكسرها باستنىك ما تقدرش بعد اما تحط لها شوية الزيت وحبة النارة عليها هب بتلاقي الفشارة بيتقدي كده وفتحت معاك بقها والدمام زي الفل وطعمه جميل نفس الكلام ايهنا بقى التفويش بتاع اللي بيحصل من عدم من عدم آآ طفي الجير جيدا ان بعدا ما بدهن وبعدا ما بمحر وبعدا من كل حاجة والحطة بتاعتي مزبوطة مية في المية يومين تلاتة مع الرش المية لاي الحطة هطلع لي منها زي ايه زي دمامي كده هب فتحت هب عملت لنقر طب الكلام ده خطير جدا 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 وعب من عيوب انواع البياض طيب وبعدين تحدد بقى هتعالوا بينا بقى نحدد مكونات ونسب البياض تحدد مكونات ونسب البياض ياولاد زمان 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 كان يقولك انا هشتغل هشتغل هعمل محارة ما يهمنيش بقى ما يهمنيش ايه ما يهمنيش تحديد لما نيجي نتكلم على طبقة بطانة طبقة ظهارة طبقة اي حاجة يهمني جدا جدا انا هعمل الطبقة دي فين طبقة بتاعتي دي هعملها فين فين دي مش المقصود بها المكان في القوضة ولا في المطلخ ولا في الحمامة على العلم ده لازم يتخذ برضو يتخذ في الحزبان طيب فين دي في المنطقة او في المناخ بتاعي هل المناخ بتاعي ساحلي طب النوع طبقة البطانة بتاعتي تبقى ايه او طبقة البياض ايه هل المناخ بتاعي في مصر او الدلتة او المناطق المجورة يبقى طب طبقة نوع البياض ايه هل البياض اللي انا هعمله او الطبقة اللي انا هعملها دي في المناطق الحرة اللي هي في مناطق الصعيد او مصر العليا يبقى اذا احدد نسب ومكونات طبقة البياض حسب المناطق السلاسل الاتية نمر واحد المناطق التي سندرسها وهي المناطق الساحلية طب ايه المناطق الساحلية جميع المناطق الساحلية هي المناطق التي تطل على البحار خد بالك فيه برق بين الانهار وفرق بين البحار البحار اللي هي المناطق الساحلية اللي احنا بنتطلع نصيف فيها زي سكندرية مارسة ما تروح بورسعيد راس البر جامسة جميع المناطق الساحلية الغرداء العريش الكلام ده كله راح ديوله طب يا مستر الغرداء دي منطقة سعيد البحر الأحمر منطقة ايه منطقة عالية حرة اقولك اه بس فيها مناطق ايه مناطق ساحلية لانها بتطل على البحار مصر الدلتة اللي هي المنطقة اللي احنا فيها القاهرة الجيزة الاليوبية الكلام ده كله المناطق اللي ما فيهاش بحار اللي هي المناطق اللي فيها نهر الني اللي فيها ترعى فيها الكلام ده كله مناطق السعيد هي المناطق الحرة طب نفرق بين الكلام ده ايه مناطق الساحلية لو اتكلمنا عليها تعالوا بقى نتكلم مع بعضنا بقى براحة بقى باستفادة المناطق الساحلية فيها ايه يا مستر انت قلت فيها بحار طب البحار دي بينتج عنها ايه عندما تزداد درجة الحرارة اللي بيحصل يتبخر الماء تبخر الماء يعني ايه يعني تراكم رزاز المية على الوجهات او على المباني صحي كده هل المية دي كده مية عادية لا هم تقول لك ده مناطق المناطق التي عليها ايه البحار فيها مية ملح فيها مياه ملح البخار بتاعها يبقى مالح طب الملح ده هيأثر ولا مش هيأثر هيأثر يبقى ايزا ده لازم بيحتاج خصوصية معينة في طبقة البضيات بتاعته مصر الدلتة بتاعتنا المنطقة الجميلة المعتدلة اللي هي حارة سيفا شتي ابتدت باردة شتاء بها امطار قليلة ماشي جميل قوي لكن بخار المية بتاعها اللي بيطلع احنا قلنا المية حلوة لجميع انواع البياض وانواع المباني وانواع الخرصانات والكلام ده كله لكن المية اللي فيها املاحة والمية اللي فيها شوائب مش حلوة لكن ايزا هنا مفيش مية فيها املاح يبقى دي منطقة عادية الصعيد بقى بيمتاز بايه يقولك انت جا من الصعيد انت شكلك اصمر يبقى انت صعيدي يعني ايه الشمس حمصتك يعني درجة حرارة عالية جدا 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 طيب تعالوا بقى نبص بقى عليه هنتكلم على حاجة حاجة طبقات الترتشة العمومية طبقة اساسية طبقة ايه في كافة انواع البياض سواء ان كان البياض حديث او تقليدي داخلي او خارجي ودائما تكون طبقة البطانة بسمك نص سنتي بسمك ايه نص سنتي وتبقى للمواصفات الترتشة بقى اللي احنا خدناها ودرسناها التحضيرية كطبقة تحضيرية لا تختلف سمكها في المناطق السلاثة ساحلي نص سنتي مصر نص سنتي الصعيد نص سنتي طيب ولكن الاختلاف فقط في كمية الاسمان الاختلاف فقط في كمية الايه الاسمان قلتلك بقى درستلك وهدرسلك مكونات الطبقة الترتشة العمومية للمناطق السلاثة اللي هي ايه الساحلية وسط مصر والدلتة والمناطق الايه والمناطق الحرة طيب تعال بقى بعضينا كده نبص اولا طبقة الترتشة التحضيرية في المناطق الساحلية المناطق الساحلية عايزة اسكرك بها اللي فيها ايه بخار مية بيترقم على على ايه على الوجهات وعلى اعمال المباني والبياض ممكن يعمل ايه ممكن يتعب الايه يتعب او يبوز طبقة المونة عشان كده بقويه وبصلبه بزيادة نسبة الاسمان واحفظ الكلام ده كويس قوي طبقة الترتشة العمومية في مناطق الساحلية تتكون من ربع مية وخمسين كيلو جرام اسمانت برتلندي عادي لكل متر مكعب رام ناتج من الوجه البحري ومص الدلتة حتى البحر الابيض خد بالك مش هي ده المناطق لا ده الرامل اللي انت بتستخدمه بتجيبه من المناطق دي بتجيبه من المناطق دي بشرط ان يكون مطابق للمواصفات ان يكون مطابق للايه للمواصفات طيب ايه هي المواصفات بتاعتنا يكون نظيفا خاليا من الاملاح والشوائب يكون حيرش جميل اوه الكلام ده كل الله ينور عليك هي دي مص الدلتة والمناطق بتاعتنا دي الراملة بتاعتها احسن منطقة يبقى طبقة الترتشة العمومية في المناطق الساحلية تتكون من ربع مية وخمسين كيلو جرام اسمانت بكل متر مكعب رام طب و بعدين في المناطق الساحلية كمان ها ممكن يبقى ربع مية كيلو جرام ممكن يبقى ربع مية كيلو جرام بس امتى في المناطق اللي بعيدة قوي يعني مثلا بينك وبينها عشرة كيلو خمسة كيلو ممكن تتعامل في المناطق اللي هي مناطق مص الدلتة ليه؟ لان دي المونة دي طالما مناطق بعيدة عن المية يبقى تستخدم فيها طبقة الايه؟ الاسمانت ربع مية كيلو جرام اما في المناطق الحرة تلتمائة وخمسين طب ليه يا مستر حضرتك سبت الرملة لكن لعبت وتحركت في الاسمانت اقولك اه تعالوا بينا بقى نتكلم في الكلام ده انت راجل درست الاسمانت وقلت ان من الاصنول اصنعته او طرق اصنعته انه بيتحمص لدرجة حرارة عالية جدا يبقى اذا حتى لما انت ديجي تحط يدك في الاسمانت كده وانت بتجبش ايدك تبص تحس انك انت ايدك دافية سخنة يبقى الاسمانت اصلا بيزود درجة الحرارة طب انا لو خليت طبقة الاسمانت ربع مية وخمسين كيلو جرام في المناطق الايه؟ الحرة المناطق الحرة اصلا اصلا بتخلي حتان سخنة ما بيقصرش عليها حتى التكفات ما بيبردهاش بسرعة لكن او مجيب لها اسمانت كمان درجة حرارة عالية عشان ازود السخونة السخونة هنا دي النتجة من الاسمانت مع درجة الحرارة عالية يخلي البيض يطقط يطقط يعني ايه؟ يعني في حرارة زيادة مش عارفة توصل زي كده لما يبقى واحد مثلا عنده قوة كده رهيبة ومش عارف يعمل ايه ومعامل ايده كده اوات اميسه يطقطع طب الاميس دي اطقطع مش عشان هو دا يقلق دا عشان هو قوته مع عضلاته وامعامل حركة كده اوات طلع الطاقة بتاعته ام اطع الاميس بتاعه نفس الكلام لما تبقى قمية الاسمانت زيادة او زيادة عن اللزوم في المناطق الحرارة البيض بتاعي يطقط تقود بص كده تلاقي عملك تنميلات كده عملك زي الشبكة بتاعت خليتي الناحة لكن عشان كده بخلي تلتمائة خمسين تلتمائة وخمسين من تلتمائة لتلتمائة وخمسين كيلو جرام اسمان طيب بعد كده بياض الفطيسة بقى هنا بقى اولاد دخلنا في طبقة البياض اللي هي الطبقات الظهارة والبياض الفطيسة وبياض مش عارف ايه والكلام ده كله ده بياض تقليدي طبقة البطانة اللي هي خلاص خدناها قبل كده اما ده بقى ان شاء الله بإذن الله بدايتنا بنتكلم على طبقة الظهارة اول طبقة عندي اسمها بياض فطيسة من طبقتين بسمك اتنين سنتي هنترسهم برضو في انه مناطق الساحلية ومصر الدلتة ومناطق الصعيد يبقى الساحلية اللي هي اللي فيها بخار مية ناتج بالاملاح مصر الدلتة اللي هي المتوسط درجة الحرارة ومعتدل درجة الحرارة المناطق الحرارة درجة الحرارة بتاعتها عالية هناخد مع بعضنا طبقة فطيسة مقوانة من اتنين سنتي للمناطق الساحلية طبعا يا ولاد وزي ما قلتلكم طبقة الترتاشة العمومية في جميع انواع البياض وفي جميع انواع الطبقات واحدة بس حسب ايه؟ حسب المنطقة اللي انا فيها زكرة منطقة ساحلية ربعمائة وخمسين مصر الدلتة تلتمية ربعمائة منطقة الحرارة تلتمية وخمسين جيلو جرام الفرق خمسين كده على طول فرق اشكارة بمعنى صح عشان تبقى انت حافظها طبقة البنقرة في المناطق الساحلية بطانة بسمك لا يقل عن نص سنتي بص بق بص خطبالك معايا جميل اوي الكلام ده بطانة بسمك سنتي ونص لان اصلا الطبقة كلها اتنين سنتي يبقى منها بطانة سنتي ونص مكونة من تلتمية وخمسين كيلو جرام اسمنت بروتلاندي تلاتة من عشرة متر مكعب رامل جير عجينة الجير واحد متر مكعب رامل قلنا ليه عجينة عشان اتفادى العيوم بص خطبالك معايا التلاتة من عشرة والواحد من عشرة وبص للتلتمية وخمسين يبقى في المناطق الساحلية الاسمنت لتلتمية وخمسين ده بالنسبة للبطانة بالنسبة للضهارة بسمك نص نص وده واحد ونص ادي الاتنين البطيسة بقى بتاعت مكوناتها ايه يا مستر اربعة جزء بودرة اتنين جزء جير اتنين جزء رامل ناعم واحد جزء اسمنتة ابيض ويضاف ليه الايه اكسيد اللون حسب للمطلوب ده طبقة البطانة بسمك اتنين سنط في المناطق الساحلية اما في مص الدلتة بقى بطانة بسمك واحد ونص هي هي متين كيلو جرام عشان الجو ملو معتدل كيلو جرام اسمنت بورتلندي تلاتة من عشرة عجين تجير واحد مكعب رامل ايه اللي حصل الاختلاف في ايه اختلاف في كمية الاسمنت طيب الظهارة بسمك نص سنط اربعة جزء بودرة تلاتة جزء جير اتنين جزء رامل واحد ونص جزء اسمنت بص كان واحد جزء هناك لو تفتكر بي واحد ونص طيب بعد كده عفوا مناطق الصعيد اهلين او حبيبنا درجة الحرارة عالية جميل بطانة بسمك واحد ونص اسمنت قليل عشان درجة حرارة عالية الله ينور عليكم برافع عليكم ليه الاسمنت قليل يا ولاد عشان درجة الحرارة عالية وبرتلندي وعادي تلاتة من عشرة عجين تجير واحد متر مكعب رامل اتدهارة بقى بص بقى هنا هو خد بالك كويس قوي 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 خمسة من عشرة سنتي اللي هو نص سنتي سبعة جزء مصيس سبعة جزء ايه مصيس تلاتة جزء بطرة اتنين جزء جير اتنين جزء رامل واحد جزء اسمنت قبيل زاد اكسود اللون زاد ايه عن اللي قابله زاد عن اللي قابله المصيس دخل المصيس لان المصيس بيعمل ايه بيعمل رطوبة بيعمل عزل الحرارة طيب جميل اوي النوع التاني من البياض ياولاد اسمه بياض الطرطشة خد بالك لازم تفرق معايا لو سمحت وانت بتذاكر بين الطرطشة بتاعة طبقة البطانة اللي هي الطرطشة التحضيرية الطرطشة اللي بتحصل في جميع انواع الطبقات والطرطشة اللي هي في طبقة الظهارة بتاعتنا اللي هي هنتكلم عليها وزي ما بشرح لك وكاتبها لك على الصبورة هي معايا بياض الطرطشة اسمنتية من طبقتين بسمك 2 صانتي طرطشة ايه اسمنتية للوجهات بسمك 2 سنت اولا للمناطق السحلية ومص الدالتة ومناطق السعيد الترتشة بتاعتنا ياولاد اللي هي الترتشة بتاعتنا اللي هي بسمك 1.5 سنتي بتتكون منه بطانة وضهارة البطانة من 350 كيلو جرام ده للمناطق السحلية بس البطانة واحدة 350 كيلو جرام اسمان تلكل متر مكعب رامل زائد 3 من 10 عجين تجير طيب الضهارة بصمك نص سنتي اربع جزء بودرة اتنين جزء جير اتنين جزء رمل ناحم زي اتنين جزء اسمنت بص المناطق الصحلية اتنين جزء مع اضافة اكسيدي اللون في المناطق مص الدلتا سنتي ونص عشان هي اقصل سمكها اتنين سنتي ميتين كيلو كانت اللي فاتت كام يا مستر افتكر معايا كده مص اه ميت تلتمية وخمسين تلتمية وخمسين طب ودي يا مستر ميتين كيلو يعني فيه ثلاث شكاير فرق يعني فيه مية وخمسين كيلو جرام اسمنت فرق يعني يوفر معايا حتى في السعر ماشي اما طبقة الضهارة اتنين جزء جير اتنين جزء رمل ناحم واحد ونص جزء اسمنت ابيض زيه مناطق الصعيد واحد ونص زيها كان ميتين هناك في المناطق الايه مص الدلتا وكان تلتمية وخمسين في الساحل هنا بقى مية وكام وخمسين عشان ايه عشان اقل الفقد دركة الحرارة اقل دركة الحرارة لعدم حدوث اي ايه تكسير او تنميل او طاقة في ايه في طبقات البيان برتلندي لتلاتة من عشرة عجينة جير واحد جير واحد ايه ابتدت واحد متر مكعب رمل الضهارة بقى مكونا مين نص سانتي اربعة جزء بودرة اتنين جزء جير اتنين جزء رمل نعم واحد جزء اسمنت حتى الاسمنت في طبقة الضهارة ايه قلم طب يا ولاد انا عايزة اقول لك على حاجة صغيرة كده تاخد بالك منها انا عندي حاجات اساسية لما يجي يجي لك السؤال يقول لك ايه مثلا على سبيل السن المثال في امتحان مصر سنة الفين قالك تكلم عن طبقات البياض لبياض حيث ان البياض مكون من بطانة وظهارة بسمك اتنين سنطر اتكلم وستفيد للمناطق الاتاية قالك المناطق السحلية ومناطق الصعيد او مناطق مص الدلتة والمناطق الصعيد احمل ايه انا عندي لازم ولبد ان انا لازم ابقى اعارف الطبقات بتاعتي ابقى اعارف اولا الترتشع العمومية مكوناتها ايه في المناطق السحلية مكوناتها واحد لكن النسب بتاعتها مش واحدة الأسمنت هنا زيادة الأسمنت هنا قليل لازم الكلام ده نعرف طبقة تدهر نفس الكلام في طيسة يبقى فيه السئيد بيستخدم زيادة سبعة جزء مصيص لكن في المناطق السحلية ما باستخدمش المصيص ولا أي حاجة فيها جبس خلاص رجالة أي نوع من أنواع البيض بعد كده إن شاء الله بإذن الله أنا هحاول ألملك جميع أنواع البيض في جدول صغير سبع أنواع بياض تقليدي سبع أنواع بياض تقليدي تحطهم في جدول هقول لك إزاي تسطر الجدول ده إن شاء الله بإذن الله وأنت اللي هتملاه وتبعتهولي على اليوتيوب وتبعتهولي على أي حاجة أنت عايز تستفسر منها وأنا أقول لك الكلام ده صح أو بالصح طيب ترجع لصبرتنا تاني تقول لنا إيه بقى بياض الأولاني كان بسمك سنط ونص طرتاشة أسمنتية البقاد الجديد بتاعي هو هو بياض ترتاشة أسمنتية مكون من طبقتين بس بسمك 2 سنط تمام في المناطق الساحلية ومصر الدلتا والكلام ده كل طيب بطانة بسمك 2 سنط مكونة من 350 كيلو جرام أسمنت أنا مفروض أبقى حافظ دي خلاص المفروض ما أكرر لكش بس أنا أكررها لك عشان تبقى أنت أعرف 3 من 10 عجينة الجير 1 متر مكعب رمل حيرش الظهرة 4 جزء بودرة 2 جزء جير 2 جزء رمل نعم 2 جزء أسمنت أبيض مع إضافة أكسيدي لون طيب البطانة بسمك 2 سنط ده في المناطق الإيه في المناطق مصر الدلتا 2 سنط 200 كيلو جرام أسمنت بروتلندي 3 من 10 عجينة الجير 1 من 10 متر مكعب الظهرة بسمك 4 جزء بودرة 2 جزء جير 2 جزء رمل نعم 1.5 جزء أسمنت أبيض في مناطق السعيد بقى البطانة بسمك 2 سنط شوف الأسمنت قلة هو واخد بالك من الكلام ده كويس قوي البطانة في الأسمنت بتقل مفيش حاجة تانية بتقل لا جير بيقل ولا رمل بيقل اللي بيقل لي ايه بيقل الحاجة الغالية والحاجة اللي بتبعث درجة حرارة اللي بتبعث درجة حرارة طيب البطانة بسمك 2 سنط 150 جرام أسمنت كيلو جرام أسمنت 3 من 10 عجينة الجير 1 متر مكعب رمل الظهرة بسمك 0.5 سنط 4 جزء بودرة 2 جزء جير 2 جزء رمل نعم 1 جزء أسمنت ده بالنسبة لي الطرطشة أنهي الأسمنت الترطشة الايه الأسمنت وليست الطرطشة العمومية أو التحضيرية وهفضل قرر تاني لازم تفرق بين عشان وانت بتقرأ السؤال ما تفرحش وتجري وانت حافظ وانت حافظ وهب هب هب سمعت كلمة الطرطشة هب الألم هيكتب لوحده 450 كيلو جرام لكل متر مكعب رمل وتعمل البطارة الطرطشة كذا وكذا انت حفظت لا أنا عايز مخك يشتغل وعنك تقرأ كويس معنى تركيزك معنى انك انت تقرأ كويس وتتماعن ما تفرحش بالسؤال انه سهل لا ممكن السؤال ييجي عليك وليك عليك لو انت تسرعت زي كلمة ايه طبقة الطرطشة هب بجري وفي الآخر بعد اما تطلع من الامتحان يبقى المقصود كان بالطرطشة الاسمنتية وليست الطرطشة التحضيرية والطرطشة العمومية عشيه عشان كده بقولك عايزك تركز وتشتغل بهدوء وبالراحة وعلى مهلك عشان توصل للدرجة الفول مارك في جل جزء ان شاء الله بإذن الله طيب صبورتنا بتقول لنا ايه بياض الحجر الصناعي يا صبورة انت عملة تفضل تدينا في انواع بياض انواع بياض انواع بياض انواع بياض احنا هنقدر نحفظ الكلام ده كله هقولك بطريقة سليسة وجميلة ان شاء الله هخليك مش تحفظ هخليك انت تفهم او من غير ما تفتح كده بورقة صغيرة كده هتعملها لنفسك زي جدول جدول انا فاكر زمانكم دايما اقول انا اعمل جدول لمذاكرة من الساعة كزا للساعة كزا هعمل كزا ومن الساعة كزا للساعة كزا هسوي كزا ومن الساعة كزا للساعة وفي الاخر ما بيعملش الكلام انا بقى هخليك تستطر جدول بنفسك فيه بالزبط فيه بالزبط فيه بالزبط خانة اتنين تلاتة اربعة خمسة الخانة الاولانية رقم واحد المسلسل الخانة التانية نوع الطابقة الخانة التالتة البياض مثلا المناطق السحلية مصر الدلتة الحرب رفع عليك المناطق الصعيد او الحرب واحد هاخد الترتاشة العمومية اللي هي اسمها الترتاشة التحضيرية هقول الترتاشة التحضيرية دي الطبقة اسمها الطبقة التحضيرية كلام جميل في المناطق السحلية مكوناتها ايه في المناطق مصر الدلتة مكوناتها ايه في المناطق مصر العليا او المناطق الحرب مكوناتها ايه الصف الاولاني ده اساسي تحضيري عندي بعد كده هتناول بياض الفطيسة بسمك اتنين سنت مبادل في تيسة عندي لو تاخد بالك قلت لك بقوة من طبقتين طبقة الظهارة طبقة البطانة هيسفه طبقة الظهارة هقول لك طبقة البطانة الطبقة هي بص في الخانة بتاعت الطبقة اللي انا قلتها لك وعمل لك الجدول ده وهجبهولك ان شاء الله و هنشرهولك بازن الله بطانة كذا 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 في المناطق الصحلية كذا 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 طيب بعد كده صبرتنا بتقول لنا ان احنا النوع التالت من البياض اخد بالك التالت ليه انا قلت التالت ليه لانه قلت لك بياض الفتيسة وبياض الترتشة الاسمنتية بس قلت لك ترتشة الاسمنتية ايه بسمك سنطي ونص وبسمك اثنين سنطي بياضنا يا حجر يصنعي مقوة من طبقتين بسمك ثلاثة سنطي سمك ثلاثة سنطي يا ولادي خلونا على طول نقول ان البياض ده تقيل ولا خفيف لا تقيل برفع عليك لان الخفيف زي المصيس بيبقى سمكه كم سنطي نص سنتي او واحد سنتي اما ده تقيل يبقى ثلاثة سنتي بطنطف المناطق السحلية هي هي اللي احنا اخدناها بقى مشان نفضل كل شوين كذا 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 طيب عشان خطيركم ظهر بسمك المناطق السحلية بطنطف بسمك اثنين سنتي بقوانة من ربعمائة كيلو جرام بص عشان هو تقيل زاد الاسمنت ازاي ربعمائة وخمسين كيلو جرام لكل متر مكعب رام منساش اقول لك وانت بتعمل البطنة في البياض التقيل لازم تعمل حاجة اسمها زنبارة او حاجة اسمها تمشيت بس تمشيت كبير شوية يعني ايه تمشيت بتحفر بتعمل حفر كده على شكل سبعات او ساكل اكبر من واصغر من في الحيطة ليه عشان يحدث عملية ترابط بين الطبقة دي والطبقة دي بتعمل زي كده اشكال كده اشكال بتمسك سنة قلم كده وتفضلت ايه كأنك بتحفر في المونة وهيطرية التحفير ده اسمه ايه اسمه زنبارة اسمه زنبارة او تجوفات فايدتها ايه يا مستر عشان تعمل عملية ترابط تعشيق بين طبقة البطنة اللي خلصت وبين طبقة الايه الزهارة اللي هي هتتعمل عليها اللي هي السطح هيستقبلها طيب طبقة البطنة قلنا بسمك اثنين سنتي وتتكون من ربعمية كيلو جرام اسمه وكل متر مكعب رمل طب تبقت الزهارة بسمك واحد سنتي تتكون من خمسة جزء حصوة شوف كلمة حصوة تقيلة ازاي طالعها من بوق حصوة حاجة كده ضخمة حصوة يعني كبيرة سمكها لا يقل عن اثنين سنتي او القطاع بتاعها اثنين سنتي تلاتة جزء بطرة واحد جزء ناعم رمل ناعم واحد ونص جزء اسمانطة قبل شوف كلمة حصوة تقيلة ازاي فانت تاخد بالك عشان كده البطنة بتاعك تقيل عشان كده سمكه كام اثنين سنتي عشان كده عملت فيه الزنبرة عشان كده زودت الاسمانطة في المناطق السحلية لربعمل كيلو جرام طب تعالي بقى مص الدلتا بطنة بسمك اثنين سنتي قال لي ايه قال لي خمسين كيلو يعني شكارة تلتمية وخمسين كيلو جرام اسمانطة لكل متر مقعب رم ده في مص الدلتا ما السحلي كان ربعمل الضهارة بسمك واحد سنتي بكونة من اربعة جزء حصوة ودم بقك كده او وضخم في صوتك كده ومتقول حصوة عشان ما تنساش عن حاجة ضخمة تلاتة جزء بطرة واحد جزء اسمانطة قبل جميل اوي طب تعالي بقى شوف بقى المناطق الحرة بتاعتنا بتاعت حبيبنا الصعيدة بطانة بسمكة تلاتة اتنين سنتي تلتمية كيلو جرام اسمان بروتلندي واحد لكل واحد متر مقعب رم الضهارة سبتة واحد سنتي اربعة جزء حصوة تلاتة جزء بطرة حجر وواحد جزء اسمانطة ابيانط واحد جزء اسمانطة حتى في الاسمانطة الابيانط برضو قال لان الاسمانط اسمه اسمانط بس اختلف له نور ماضي او ابيانط طيب النوع الرابع مزايكو مزايكو كلمة مزايكو برضو حاجة مضخمة او مفخمة كده السمك اتنين سنتي ونص مكونا من طبقتين بالسمك اتنين سنتي ونص في المناطق السحلية البطانة بسمك واحد ونص سنتي بسمك واحد ونص ايه سنتي لكل ربعمية كيلو جرام اسمانط بطانة ربعمية كيلو جرام اسمانط وعزك تفتكرها كويس قوي طب ربعمية دولا يا مستر يعملوا كام شكارة طب الشكارة كام كيلو طب الطن فيه كام كيلو طب الطن فيه كام شكارة اقولك اه حزبة بسيطة قوي الطن فيه الف كيلو جرام الطن بيعمل 20 شكارة اعرف 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 اجيب وزن الشكارة ايه اقولك اه الطن على عدد الشكاير يعني الالف على العشرين يديني السفر هيروح مع السفر الي اتنين هطوع المية فيها الخمسين يبقى الشكارة وزنها خمسين كيلو جرام اسمانط بيرتلاندي عادة يعني لما يقول لك تسعة شكاير تضربها تسعة في خمسين ربعمائة وخمسين طب تمن شكاير تمانية في خمسين بربعمائة يقول لك تعرف تقول لي ربعمائة كيلو جرام دولا فيهم كم شكارة يقول لك اه ايه المشكلة يعني واحد بقى فقيق بقى وشاطر بقى وعمل نفسه حافظ وهو حافظ مش فاهم يقول لك اه الربعمائة على العشرين فيها العشرين فيها العشرين كيلو هقول لك اه لا يا حبيبي انت بتقسم الوزن على الوزن الشكارة لو انت عايز عدد الشكاير بتقول الوزن ربعمائة على وزن الشكارة خمسين يبقى فيها تمانية طب انت عايز تجيب عدد بتقسم ايه خد بالك معايا خد بالك انت كده العدد بقول لك اهو لما تجيب عدد بتقول وزن على وزن يديك عدد طب عايز تجيب وزن. وزن على عدد يديك وزن. يعني ايه يا مستر? ربع مية على تمانية. تمان شكايرة هو يدي لك خمسين كيلو. صح كده او مش صح كده. قولي معي لو في حاجة غلط قولي. ماش تمام الله ينور عليك. طيب. آآ بعد كده البطانة بتاعتنا خلاص. الضهرة بسمك واحد صنطي خمسة جزء حصوى. صبرتنا برضو بتقول ليه ده? ان الضهرة بتاعتنا بسمك واحد صنطي خمسة جزء حصوى زائد تلاتة جزء بضرة زائد اتنين جزء اسمنطة ابيض. مناطق مص الدلتة بطانة بسمك واحد ونص صنطي. تلتمية وخمسين. يبقى ربعمية تلتمية ماشي. او ربعمية وخمسين. ربعمية تلتمية وخمسين. اسمنط بورتلاند. لكل متر مكعب رامل. الضهرة بتاعتنا بتقول واحد صنطي خمسة جزء حصوى تلاتة جزء بضرة اتنين جزء اسمنطة ابيض. في مناطق السائد بسمك اتنين صنطي تلتمية كيلو جرام بورتلاندي اسمنط بورتلاندي زائد واحد متر مكعب رامل. الضهرة بتاعت بسمك واحد صنطي خمسة جزء بضرة حصوى خمسة جزء حصوى انا اسف تلاتة جزء بضرة اتنين جزء اسمنطة ابيض. بعد كده دخلنا على اللي ده بقى ان شاء الله بإذن الله أولاد هيحتاج شرح وافي عشان كده أنا عايز أقول لكم على حاجة لما نيجي نتكلم على البيض التقليدي عرفناه اللي هو بيخش في الأسمنت والرمل والجيل والكلام ده كله اللي هي المناطق اللي انت بتركبها المناطق اللي انت بمعنى صح بتخمرها بإيدك المناطق اللي هي اللي هي الحاجات اللي هي فيها اطراب بتحتاج تدفلها مية أما البيض الغير تقليدي السميناء البيض الحديث اللي هو ايه بيجي لك جاهز خمات ومت ضربة متلونة ومش كل اللي عليك كل اللي عليك انك انت بعد اما بتعمل الصناعة بيعمل طبقة البطانة بتاعتنا وخلاص وتجف وتممي مية وتبقى جاهزة للاستقبال انت بتنزل تشتري الخمات دي جاهزة لو انت في نفسك في بيتك تعملها ادهنة زي البلاستيك زي برادي اسكاليونة زي الجيرفيانو زي كلامتها كله مصميات كل ده كل ده كل ده اسمه البيض الحديث شرحينا النهار ده كله ده ياولاد كان بيتكلم على طبقات البيض للبطانة والضهارة في ثلاث مناطق انا عايزك تحفظهم قويس اوي المناطق الساحلية وهي المناطق المطلة على البحار والتي ينتج عنها البحار بخار ماء مش بس كده مالح طب هذه الاملاح تؤثر على طبقة البطانة ولا ما تأثرش تأثر عشان كده اعمل ايه ازود اعمل هاي ديفينس عندي اللي هو ازود الاسمنت عشان ايه لو البيض بتاعها هيقعد سنة لما زود له الاسمنت بتاعه هيقعد سنتين يبقى انا كده وفرت عشان ايه عشان يمنع تأكل الطبقة بسهولة يعني حاجة تبقى ناشفة كده زي الرخام وزي الكلام ده كله مصر الدلتة بتاعتنا قلنا المناطق المتوسطة بتاعتنا المناطق المعتدلة زي القاهرة اليوبية جيزة المناطق اللي حوالينا دي كلها بيجينا مطرة اه بيجينا مطرة بيجينا فيه ميا فيه فيه ترع فيه انهار فيه الكلام ده اقولك اه بس بخار الماية بتاعها مش ايه مش مضر يعني البخار الماية مية وتجي الشمس عليها تنشفها ما فيش مشكلة حتى لو جد على وجهة العمارة كأنك بتنظفها لان ما فيهاش املاح ما فيهاش شوائد بعد كده مناطق الحرة اللي هي المناطق شديدة الحرارة التي ينبعث منها حرارة تبص تحط يدك على الحيطة كده وانت ماشي تلاها سخنة من جوه سخنة من بره سخنة الكلام ده كله هنا بقى اللي بيفرق كل ده الطبقات واحدة وكل حاجة واحدة زي ما قلنا كل اللي بيفرق معنا كمية الاسمنت التي تستخدم كمية الايه الاسمنت التي تستخدم فيه مرحوظة تاني لازم ناخد بنا منها ان في المناطق الساحلية هكرر ارتقرار تاني والمناطق التي بها حديث زي الشبك الممدد والكلام ده كله لا يستخدم اي نوع من انواع المصيص او او ايه ها الجبس او المصيص او الايه يا جبس عادي يا جبس نمرة واحد اللي هو المصيص عدم استخدام للمصيص في المناطق الساحلية وبرده يفضل 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 في المناطق الساحلية التقليل من استخدام الجيل لانه بيضعف طيب اولاد انا النهاردة كده افضنا واستفضنا مع البيض التقليدي عايزكم بالراحة وانا وعد مني ان انا ان شاء الله باذن الله هعمل لكم الجدول دوات وهعرضه لكم بحيث انك انت تبدأ تجهزوا خلص امنياتي لكم ولكل طالب مكتهد ولكل طالب يحب او يفضل ان يكون في منصب عالي كل التوفيق وتمنياتي للكل النجاح المسمر له ولأهلي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة